المية بقى بتكون سقعة ولا عادية؟ المية لازم تكون معتدلة في درجة برودتها يعني في الأجواء الحرة زي اللي احنا لسه فيها شوية يعني كان فيه مصطلح كده الناس تقول ايه تشرب مية سقعة ولا سخنة فيقولك نص نص صحي كده؟ الطفل برضو يشرب المية نص نص طبعا ده في الأجواء الحرة بس أما لما درجات الحرارة بقى بتنخفض في فصل الخريف أو الشتاء إن شاء الله كده يعني في الفترة اللي جاية فبتكون المية من خارج التلاجة أنا بحذر بس حضراتكم من خطورة المية البردة لأن فيه ناس كتيرة بتحب تشرب المية سقعة قوي المية البردة دي غلط على الأطفال خصوصا بعد ما الطفل يكون بزل أي مجهود حتى لو المجهود ده انتوا شايفينه مجهود بسيط الأثار السلبية على المعدة أو الجهاز الهضمي بتاعة المية السقعة دي بتكون غلط كبير قوي 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 يعني بتكون خطيرة وبتسبب ما يعرف بالصدمة يعني وبتعمل حاجات كتيرة قوي يعني بعد الشر طبعا على كل الأطفال لكن أنا بس يكفي أن أحذركم كده بشكل واضح وسريع يعني وصريح بلاش المية السقعة قوي للأطفال المية زي ما قلنا بتبقى نص نص مهما كان الدنيا حر لأن درجة حرارة الجسم من الداخل سابتة يعني إحساسنا إحنا بالحرارة حاجة ودرجة حرارة الجسم وأعضاءه الداخلية بتكون سابتة فما بيكونش الجسم في احتياج للمية البردة قوي المية تبقى نص نص زي ما قلنا طيب يا طرى المية تكون من الحنفية ولا بتكون إيه؟ المية ممكن تكون من الحنفية بس يكون طبعا مزودة بفلتر لتنقية المياه المية يعني من الحنفية بس يكون فيها فلتر أو المية اللي بتكون معبقة في زجاجات أو حتى المية العادية بتاعت الحنفية من غير فلتر بس بشرط إنها تكون تغلط وتسابت تبرد تماما